تواصل وزارة الصحة والسكان تنفيذ المرحلة الأولى من حملة المرور الميداني على مستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية في جميع المحافظات في هذا الإطار تفقد نائب وزير صحة والسكان الدكتور عمر قنديل مستشفى أخميم المركزي بمحافظة صهاج وذلك للتأكد من ضمان جودة الخدمة المقدمة للمواطنين حيث تفقد نائب الوزير عددا من أقسام المستشفى اشتركوا في القناة